عامل من العصر الحجري بيستخدم الديناصورات في كل مهامه اليومية بقى مليونير بس هيدفع تمن غالي علشان كده اهلا وسهلا بيكم في تلخيصة جديدة هنتكلم النهاردة عن قصة فيلم فانتازيا كوميدي بعنوان فلينت ستونز صلوا على النبي ويلا بينا نبدأ بيبدأ الفيلم في واقع بديل البشر والديناصورات عايشين مع بعض بسلام في عصر حجري كانوا بيشتغلوا مع بعض في مهام يومية زي شركة صخر مثلا لكن نائب رئيس الشركة اسمه كليف عنده خطة انه يسرق فلوس الشركة مع مساعدته شارون وعلشان ينفذ الخطة دي محتاج موظف سازج وغبي علشان ما يشكش في خطته وواحد من الموظفين دول هو فريد فلينت ستون في نهاية اليوم فريد بيصرخ من الفرحة وبيرجع البيت بعربيته اللي من الحجر هو عايش في مدينة بادي ستون وفي الليل بياخد عيلته كلها للسينما في اليوم اللي بعده فريد بيرجع من الشغل بعربيته مع صديقه المقرب بارني بارني مبسوط جدا لان فريد ساعده هو ومراته بيث علشان يقدروا يتبنوا طفل بس ده حصل بعد ما فريد اعطى بارني مبلغ كبير من الفلوس علشان كده بارني طلب من فريد ما يحكيش لحد عن الموضوع ده ابدا خصوصا مراته ويلما بعد دقايق فريد رجع البيت واستقبله دينه اللي قفز عليه وحبه بعد ما فريد اتكلم مع مراته وبنته قاعد عالكنبة علشان يرتاح لكن ويلما قالت له ان المفرمة بتاعة الحوض عطلانة وكمان ما تقدرش تشتري واحدة جديدة لان فلوس للدخار اتسحبت ويلما طلبت من فريد تفسير وهو اعترف انه اعطى الفلوس كلها لبارني علشان التبني فريد كان مستني ويلما تزعق له لكنها تأثرت بالعمل وشكرته بعد كده عائلة فلينت ستونز راحوا مركز التبني علشان يشوفوا بارني وباث وهم بياخدوا ابنهم الجديد المساعدة جابت الطفل لكنها جابت ارد صغير بدل الطفل البني ادم بارني وباث اتلخبطه لكن حسن الحظ الارد ده كان لأسرة قرود تانية مستنية في المركز اخيرا المساعدة جابت لبارني وباث ابنهم الجديد بام بام اللي اتربى عند ماموثات وعنده قوة بدنية كبيرة بارني حاول يتكلم معاه ويلما حابت تصور اللحظة دي لكن بام بام خاف من فلاش الكاميرا وهرب من شباك بام بام جير في الشارع وعمل فوضى لحد ما بارني وفريد قدروا يمسكوه دلوقتي حياة جديدة بدأت للعيلة وبارني وباث بيحاول يرابه بام بام رغم انه ما بيعرفش يتكلم وعنده قوة كبيرة لكن بام 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 بقى احنين اكتر وبدأ يعملهم كأنهم ابو وامو الحقيقيين لما الليل جاه بارني خرج من البيت علشان يستمتع بهوايته المفضلة البولينج هو وفريد في نفس الفريق وعلشان يكسبه لازم يعمله سترايك مثالي فريد كان دوره وكان واثق من نفسه رمى الكورة وعمل سترايك وكسب الفريق الفريق كسب كاس كبير من المشروب لكن قبل ما يشربه بارني استغل الفرصة وقال قصيدة كتبها علشان يشكر فريد على انه صديقه المقرب وده اثر في فريد جدا بعد ساعات فريد رجع البيت وحاول يدخل من غير ما حد يسمعه لكن بدون قصد اتزحلع على عربية لعبة الصوت ده لفد انتباهه ولمة والاسوأ ان حاماته كانت هناك وبتزورهم السيطة العجوزة ما اخفتش كورهاها لفريد واعتبرته حد ما يسويش اي حاجة لكن ده زود من عزيمة فريد وهو وعد انه هيثبت نفسه في يوم من الايام وفي يوم تاني وفي شركة الصخر نائب الرئيس كليف اعلن عن مشروع جديد للشركة وانه هيكون فيه اختبار علشان يختاره موظف علشان يبقى مدير تنفيذي ده فرصة فريد انه يبقى حد مهم علشان كده بدأ يذاكر بالليل وبالنهار قبل الاختبار اخيرا جا يوم الاختبار وكليف وزع الاختبارات على الموظفين وقال لهم عندهم ساعة واحدة بس علشان يجاوبوا على كل الاسئلة لكن الاختبار طلع صعب جدا واغلب الموظفين ما قدروش يجاوبوا ومنهم فريد الوقت خلص والوحيد اللي كان مبسوط من النتيجة هو بارني لكن لما شاف ان صديقه ما كانش كويس في الاختبار قرر يساعده وغير الظرف بتاعه مع فريد بعد دقايق شارون اظهرت النتائج لكليف وتفاجئوا ان احسن نتيجة كانت لفريد فرينتستون رغم انهم ما صدقوش كده لكن شارون قالت ان هو الاختيار المثالي علشان ينفزوا خطتهم في الاخر كليف راح يتكلم مع الموظفين وابدهشة الكل اعلن ان فريد هو نائب الرئيسي الجديد للشركة الخبر ده اسعد فريد جدا وفي اليوم اللي بعده لبس احسن بدل عنده علشان يبدأ في منصبه الجديد لما وصل الشركة فريد استقبله كليف واخده المكتب الجديد كمان شارون هتبقى مساعدته وفريد حتى حصل على تليفون ديناصور علشان يرد على المكالمات ويسجلها كل الفخامة دي اسعدت فريد لكن هو ما كانش عارف انه كل دي مؤامرة من كليف وشارون الاتنين عايزين يسرقوا فلوس الشركة ويحطوها في جيوبهم الخاصة هم هيحطوا المسئولية على فريد وشارون اخترحت انهم يدولوا الاوراق علشان يوقع عليها لكن كليف عاوز يختبر طاعته امر فريد انه يفصل صديقه المقرب بارني فريد رفض لكن كليف قال له ان بارني مالوش لازمة في الشركة بسبب نتيجته السيئة في الاختبار فريد استمر في الرفض لكن كليف هدد انه هيفصله هو كمان زي ما كان متوقع فريد معرفش ازاي يقول الخبر ده لبارني والوضع بقى اسوأ لما وصل البيت ولقى حفلة على شرفه كل اصدقاء وعيلته كانوا متجمعين علشان يحتفلوا بمنصبه الجديد والحفلة دي كان بارني وبث هما اللي نظموها كمان العيلة اشترت هدية خاصة لفريد وده زوده احراج من الموقف فريد رفض الهدية واضطر انه يقول ان بارني ما بقاش بيشتغل في شركة صخر من دلوقتي رغم الخبر ده بارني ملامش صديقه لكن سعله عن سبب الفصل فريد قال له ان بسبب نتيجته السيئة في اختبار الكفاءة وانها كانت اسوأ نتيجة في المجموعة فريد ما كانش عارف ان بارني هو اللي غير الاختبارات قبل ما يسلمها لكن علشان صديقه بارني قرر يحتفظ بالسر ده لنفسه في اليوم اللي بعده الامور بقت اسوأ لما بيث رحت تشتري مع ولمة وبام بام واتفاجئ بام بام بست لابسة بلته من الفرق هو هاجم عليها بعصيته لكنه دمر كريستالات كتير في المحل بيث حاولت تدفع التعوضات لكن بطاقة الاعتمام بتاعتها تلغت وفلوسها خلصت تقريبا ولمة ما كانش عندها مشكلة تدفع التعويد لكن بيث خافت ان مركز التبني يكتشف انهم مفلسين وياخدوا بام بام منهم وفي نفس الوقت فريد كان في اجتماع مع المديرين التنفيذيين في الشركة وكلف عرض عليهم مشروعه الجديد هو عاوز يعمل بيوت قابلة للتخلص منها علشان سكان مدينة صخر وده هيوفر تكاليف وهيزود ارباح الشركة فريد ما عجبوش الفكرة وبعد الاجتماع بدأ يعمل اقتراحات علشان الموظفين زي زيادة المرتبات والاجازات بعد شوية شارون جابت الاوراق علشان فريد يوقع عليها لكن هو قال انه هيقرأها الاول بهدوء وعلشان ما اكتشفش المؤامرة شارون حاول اتكسبه لكن ده حصل قدام ولمة وبيث لما وصلوا المكتب فريد حاول اداري وطرد شارون لكن ولمة كانت الان على برني وبيث ومشاكلهم المالية قالت انهم اضطروا يستأجروا البيت وعلشان كده دعتهم يعيشوا في بيتهم مؤقتا فريد وافق على القرار والاربع قرروا يشتركوا مع بعض ويعملوا اكل كل حاجة كانت ماشية كويس لكن في يوم تاني في الشغل فريد افتقد وظيفته القديمة هو حس بالملل وحاول يلعب بالمقلاع في الموديل المصغر لمشروع كليف لكنه رمع حجر وكسر كل حاجة بعد كده شارون ظهرت في المكتب وفريد حاول يداري لكن سألها ليه واحدة زاكية زيها ما عندهاش وظيفة احسن في الشركة شارون اتكسفت وشكرته انه لاحظ قدرتها مش بس مظهرها زي كل الناس التانية شارون استغلت الفرصة واعتذرت لفريد علشان ثابت انطباع سيء قدام راتو لكن فريد قال لها ما تقلقيش لانه ويلما عارفة قد ايه هو بيحبها وده خلى شارون تاخد انطباع مختلف عن فريد بعد الكلام ده راحت لحد كليف وحاول التقنعه يلغي الخطة علشان خاطر فريد لكن نائب الرئيس مصمم انه يحصل على ثروة الشركة علشان كده قرر يعطي فريد مكافأة علشان يوقع على الاوراق كليف اعطى فريد مكافأة كبيرة ورغم انه كان مستغرب من التصرف ده لكنه قبل من غير ما يسأل بالمبلغ ده راح المدينة وغير عربيته القديمة من الحجر بعربية جديدة ومكشوفة كمان دعا ويلما علشان يشتروا وبالاضافة لكده اشترى ديناصور جديد علشان المفرمة للأسف كل الفخامة دي ما اشتركش فيها مع بارني اللي كان من غير وظيفة ومش قادر يعايش عيلته حاول يشتغل في محطة بنزين وكذا شغلانة ثانية لكن ما نجحش في اي وظيفة في نفس الوقت عيلة فلينت ستون كانوا بيستمتعوا بالليل مع مشروبات والجاكوزي الجديد لكن ويلما شكت ان في حاجة غلط هي شكت ان ترقية فريد كانت سريعة جدا لكن فريد ما كانش مهتم وكان عاوز يستمتع بحياته بأقصى درجة الاتنين استمروا في الاستمتاع من غير ما ياخدوا بالهم ان بارني وبث زعلانين جدا ان اصدقائهم اهملوهم يوم تاني عدة وفريد جهز نفسه علشان يخلص الشفت بتاعه ويروح فيلم في مطعم فخم كان هيخرج لكن كليف دخل المكتب وطلب من فريد يوقع على اوراق تانية وقال انها اجازة كان فريد طلبها للموظفين فريد كان مبسوط انه شاف ان واحدة من افكاره تقبلت من رئيسه ومن غير تردد بدأ يوقع على كل حاجة لكن بيتروفون الدانسور بتاعه حذره انه يقرأ الاوراق الاول لكن فريد كان مستعجل ووقع على كل حاجة من غير ما يقرأ بعد ساعات هو ويلما وصلوا مطعم وفضلوا يرقصه الاتنين استمتعوا بالجو وبيث كانت قاعدة على الترابيزة بتتفرج ومستنية جوزها لما العرض خلص التلاتة تجمعه على الترابيزة وطلبه ازازة شامبانيا تانية لكن للدهشة بارني ظهر كجرسون في المطعم فريد خرج من الترابيزة غطبان وراح يجيب الطلبات حتى لو كان صديقه متضايق فريد كان مبسوط جدا بحياته الفخمة وما حاولش حتى يتكلم معاه الامور بقت اسوأ لما بارني شاف الاخبار على التلفزيون وشاف ان فيه تسريح جماعي للموظفين في شركة الصخر وكلهم اتفصلوا بموافقة فريد بارني راح يواجهه لكن فريد انكر وقال انه بس اعطى الموظفين اجازة لما وقع الاوراق المشكلة ان فريد ما قرأش كل حاجة في الحقيقة هو وقع على اوراق تسريح كل الموظفين بارني سأل فريد اذا كان ده صحيح وهو حاول يدفع عن نفسه وقال لمراته انها لازم تصدقه هو مش بارني اللي بس جرسون في المطعم كمان اكد لها ان صديقه بيغير من نجاحه وعلشان كده بيعمل اتهامات كاذبة الكلام المتعاجر في ده كان الاطرى اللي فاضت الكاس عند بارني وكشف ان هو اللي غير اختبارات الكفاءة وعلشان كده فريد اتعين نائب رئيس المناقشة بقت محتدمة اكتر وولما وبيث دخلوا في النزاع علشان يدفع عن ازواجهم بالاخر الاتنين قطعوا صداقتهم اللي استمرت سنين وبرني اللي كان زهق من موقف كله ضرب فريد في وشه واستقال من المطعم هو وبيث رجعوا البيت اخدوا حاجتهم وقرروا يغيروا مكانهم فريد وصل البيت وحاولوا يقنعهم يفضلوا ويعملوا صلح لكن فريد مرضيش يتنازل وبرني عمل نفس الشيء بارني وبيث وبام بام راحوا بعربتهم يدوروا على بيت جديد بعد كده ويلما قالت لفريد ان نجاحه المهني خلاه يخسر احسن اتنين اصدقاء عندهم لكن فريد كان مصمم انه مش محتاج للاصدقاء الهوب لدول لان عندهم كل حاجة محتاجينها ويلما اختلفت معاه وقالت ان بارني وبيث اهم من كل الفخامة اللي هم فيها دلوقتي علشان تثبت كده بدأت تدمر كل الحاجات الغالية اللي اشترتها لان مفيش حاجة مهمة اكتر من اصدقائهم فريد استمر في موقفهم علشان كده ويلما قررت قرار صعب جدا واخدت بيث ودينه وراحت بهم بالتكسي لبيت امها سابت فريد لوحده وفي الصبح بارني وبيث وبام بام حاولوا يعيشوا في مخيم مؤقت لكن بارني ما عرفش يشعل النار وبيث ما عرفتش تنظف البيت في الهواء الطلق رغم كده العيلة تجمعت وكانت سعيدة انهم مع بعض لحد ما تفاجأوا بأنثة براكيوسور هي جات تاخد البيضة اللي بيث كانت هتعملها على العشاء ومن غير اختيار بيث رجعت البيضة لامها الديناسورة الامور كانت صعبة على العيلة لكن كانت اسوأ في شركة الصخر لما فريد وصل لقى الموظفين السابقين محاصرينه وبيحملوه مسئولية تسريحهم فريد اتغاز وراح المكتب علشان يشوف الاوراق اللي وقع عليها واخيرا اكتشف الخطة الشريرة لكليف فريد شاف ان الاوراق دي كانت موافقات علشان تحويل فلوس الشركة لشركات وهمية تابع كليف فريد واجه نائب الرئيس ووعد انه هيبلغ عنه لكن بما انه كل التوقيعات كانت باسمه هو بقى المشتبه به الرئيسي شارون اللي معدتش عايزة تكون جزء من خطة كليف طلبت من فريد يهرب لان ما فيش حاجة يقدر يعملها دلوقتي طبر مخطط الفساد في الشركة انتشر وفريد بقى هارب من القانون علشان كده قرر يتنكر ويروح ملجأ للمشردين علشان يساعدوه لكن تنكره تكشف وفي الملجأ كان كل العمال اللي فصلهم فريد بالغلط فريد حاول يشرح لكن محدش كان عايز يسمع اعتذاره وبدأوا يلحقوا لحد شركة الصخر كليف اخد كل فلوس الخزنة وجاهز نفسه علشان يهرب لكن شارون لحظت انه اشترت اذكار الطيارة واحدة بس وان ما كانش معمول حسابها في الخطة وفي نفس الوقت ويلما كانت في بيت امها وشافت الاخبار وبقت اكتر قلق على فريد بعد شوية بيث ظهرت مع بام بام علشان يزوروها ورغم الخلاف اللي حصل كانت مستعدة علشان تساعد صديقتها علشان كده الاتنين راحوا مكتب الشركة علشان يدوروا على ادلة لما وصلوا مكتب فريد ويلما طلبت من بيت روفون انه يقول الحقيقة لكن لما رفض بيث اكبرته يساعدهم الاتنين هربوا من المكتب لكن كليف كان بيتفرج على كل حاجة من الشباك ورح وراهم وفي نفس الوقت في شوارع مدينة الصخر فريد كان بيهرب من العمال الغضبين اللي عايزين ينتقموا منه في الاخر اتمسك لكن فجأة بارني ظهر وهو بيشتغل بيع ايس كريم حاول يشرح للعمال ان كل اللي حصل كان بسبب انه غير اختبارات الكفاءة لكن ده بس خلال عمال يعتبروه مزنب ودلوقتي فريد وبارني هيتعاقبه الاتنين اتجمعوا في موقف صعب جدا لكن فريد اعتذر عن كل اللي حصل هو اعترف انه فشل مع صديقه المقرب وبارني ابل اعتذاره والاتنين اتصالحه بحضن رغم المشهد المؤثر ده المطاردين لسه عايزين يعاقبوهم على فقدان وظيفهم لحسن الحز ويلما وبيث وصلوا في اخر لحظة وبعده العمال بعد كده قدمه بيتروفون علشان يثبت ان فريد بريء الطائر ابل بشرط ان فريد يعتذر عن كل معاملاته السيئة ليه واللي كان بيعمله زي قطعة اثاث فريد رفض في الاول لكن لما اقتنع انه غلط مع بيتروفون فعلا اعتذر عن انه ماسمعش كلامه الطائر ابل اعتذاره وبعدين جمع كل الناس علشان يحكي عن المخطط الشرير لكلف بعد ما اتحلت المشكلة دي الاصدقاء رجعوا البيت بس لقوا كل حاجة مقلوبة فوق تحت والاسوأ من كده ان بيته بام بام اتمسكوا من كليف اللي ساب رسالة بيقول فيها ان لو عاوزين يشوفوا عيالهم لازم يجيبوا بتروفون للمحجر من غير اختيار فريد سمع الاوامر وفي اليوم اللي بعده هو وبرني وصلوا المحجر وكليف كان مستنيهم الاتنين سألوا عن عيالهم وكليف قال انهم مربوطين فوق مكان التكسير الحجارة وانه هيخليهم يقعوا فيها علشان يحرق قلبهم على عيالهم فريد اعطى كليف بتروفون لكن بعد ما اخد الطائر كليف شغل المكانة برضو والعيال اتسحبوا ناحيتها بارني وفريد راحوا علشان يوقفوا المكانة لكن الضغط كان قوي جدا وكسروا الرفع بارني شاف المقلع اللي بيرمي الحجارة للمكانة وقرر يطلق نفسه ناحية العيال لكن بسبب وزنه الخفيف المقلع رمى بعيد ناحية الجبال رغم كده بارني ما استسلمش وراح يلحق بث وبام بام في اللحظة دي بام بام نداب كلمة بابا وده اثر في بارني جدا لدرجة انه تشتت وتضرب في راسه من ترس العيال استمروا يتسحبوا ناحية المكانة وفريد حاول يفكر في طريقة ينقذهم بيها في نفس الوقت كليف هرب مع بيتروفون لكن الطائر قدر يهرب وراح ناحية فريد كليف حاول يهرب تاني لكن فريد باستغلال موهبته في البولنج رمع حجر على شكل كورة وكعب الكليف ورمع على الارض ورغم كده كليف حاول يهرب تاني لكن المكانة بدأت تطلع موجة من الحصو وقعت فوقه بعد كل الفوضى دي الشرطة وصلت ومع كشف الحقيقة فريد اخيرا اتبرأ لكن هو ما كانش عارف ازاي هيشرح تدمير الشركة كلها لرئيسه السيد صخر السيد صخر وصل للمكان بعد كده لكن بدل ما يفصل فريد جابت مثال على شكل كليف معتقد ان فريد عمله من الحصو من غير ما يعرف ان ده كليف الحقيقي لما شاف ان عمل التماثيل ممكن يكون فرع جديد لشركته عرض على فريد ترقية وعينه رئيس الشركة فريد كان مبسوط من كده لكن غير رأيه علشان هو بس عايز يرجع وظيفته مع بارني بدل المنصب التنفيذي طلب ان كل الموظفين يتعينوا مرة تانية وكمان ياخدوا حقوقهم العمالية الاساسية السيد صخر قبل الشروط وفريد وبرني رجعوا حياتهم وصدقتهم القديمة في الاخر كلهم رجعوا من السينما ومعاهم شنطة كبيرة من الاكل علشان يأكلوا كلهم مع بعض في البيت وهنا بينتهي الفيلم ونتقابل في تلخيصة جديدة وشكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة